أنت في تفرج على هذا الفيديو لأنك تعبت من كل حاجة فيها تعليم اللغة الإنجليزية وبدك خلاص اليوم في عندنا منهج سبيتا أطلقوا لتدريب اللغة الإنجليزية عم يتبعوا أكتر من 2 مليون شخص حول عالم شو قصته؟ يلا نشوف مع بعض بهذا الفيديو صلي على النبي وتبسم لنبي تبسم حبايب كلبي أسود إنجليش بوري سبيتا أهلا وسهلا فيكم متابعين الجدد ما تنساش تشترك بالقناة وبكل ما بدي أقولها في بداية الفيديو في ناس كتير بتقول ما بصنيش إشعار لأنك لازم تعمل شغلتين مش بس بدك تفعل الجرس في قناتي ولكن تطبيق الموبايل تبع تطبيق اليوتيوب على موبايلك لازم من الإعدادات تفتح الإشعارات إنه يوتيوب يعمل لك إشعارات جاهزين؟ يلا اليوم الحلقة الخامسة رح أخذ بعيد الاعتبار شغلتين طلبتوها مني أول واحدة أن أترجم النص والشغلة الثانية أن أعطيك شوية تجرامر وأنا رح أعطي لك هذا كلام الشغلة الثانية بدي أقولها أنا صرت بس بالمنهاج هذا طلع على كل التعليقات وأرد خاصة عن الناس اللي بتجاوبني على الأسئلة اللي في نهاية الفيديو بديك تركز معايا زي الأسد تترك كل الدنيا حواليك كل الدنيا شوف لك مكان هيك في البيت زاوية سماعاتك في ودانك ورقة وقلم وكل المحبة لشخصين يعني النوعين من أشخاص الشخص الأول اللي بنساش يعطينا اللايك للفيديو لأنه اللايك على قناتنا فضيحها بصراعة من قناتنا من قنات تانية مش عارف ليش مش عارف ليش طبعا اللايك صار يحرجنا نحكي عنه ولكن عشان الفيديو يروح يوصل لغيرك وحتى يوصلك أنت والنوع الثاني بتوصلني كتير عن إستغرام من أمهات مقاعديني ولادهم ما شاء الله قدام التلفزيون ولادهم وبناتهم من الصغار بالورقة والقلم قاعدين تعلموا معايا على رأسي انتم وانتم الأمهات اللي يحتذى فيكم إن شاء الله نبدأ الدرس مع بعض اليوم مثل ما احنا عارفين الفقرات مش حقود عيد وزيد فيها ركز معي بالورقة والقلم طلع صوق وخلي تركيزك معايا Today we will talk about the English alphabet The letters in English language or the alphabet In English language there are 26 letters Two letters less than the Arabic language Five of the letters in English alphabet are vowels which are A, E, I, O, U and the remaining 21 letters are consonants which are the rest of the letters Let's read the letters all together and try to repeat after me A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Those are the 26 letters in English language Please notice that two letters two letters A and I also constitute words The letter A is the indefinite article and the I is a pronoun Do you know how to count the English letters مثل ما احنا شايفين بهذا الفيديو انا حكيت عن شغلة معينة راح نلخصها بعد شوي لما نوصل القراءة وراح نقول شو معناها راح ما اجي قرأها راح نترجمها كلها مع بعض الان بغض نظر قداش انت فهمت مفروض انت توقف الفيديو وتحاول تلخص اللي انا قلته بسطرين ثلاثة جملتين ثلاثة لاني انا الان فقرة التانية هي فقرة التلخيص الكلام اللي انا قلته راح نلخصه بجملتين ثلاثة باختصار جاهز معايا ولازم لما انت تلخصه تطلع صوت ولا مش رح تستفيد يلا نشوف مع بعض In this video Mr. Spater talked about the alphabet or the letters in English language where he said that there are 26 letters in English language 5 of them are vowels and 21 remaining letters are consonants He as well mentioned or pronounced or read for us the 26 letters This is what he said اذا انا لخصت اللي انا فهمته بطريقتي بكلماتي باسلوبي زي ما بدي الكلام الفقرة الاولى انا قلتها في المرة الاولى الان اذا انت لقيت صعبة ممكن تعيد اللي انا لخصته تعيده زيه او ممكن يتغير فيه شوية ولكن تؤدي نفس المعنى اللي انا قلت في الفقرة الاولى واضح؟ طيب الان بعد فقرة اللي هي التلخيص ننجل الفقرة التالية واللي انا بالنسبة الي رح اغيرها بناء انا ع طلبكم قلتولي خلي فقرة القراءة قبل الاملاء واعتقد ان هي صحيحة ولذلك رح اسمع كلامكم رح نجيب القراءة قبل الاملاء نخلي الاملاء في الاخر عشان تكون شفت النص واستفدت منه جاهز الان رح اقرأه انا وياك ركز معاي رح نقرأه اعلمك كيف تقرأه رح اترجم لك اياه ورح ناخد المفردات اللي فيه وعطيك منه شوية جرامرة اربع شغلات الان لازم الدفتر والقلم يكون معك زي الاسد عشان تستفيد وقف الفيديو عند كل فقرة وراجع وكتب اللي انا قلته بدياك زي الاسد ركز معي جاهز حاول تبعني كيف اقرأ وبيدياك تطلع صوت الصغار والاكبار طلع صوت وانت عم بتراجع معايا the letters in english language ايش يعني the letters the letters الحروف مدام حطيت the يعني اداة تعريف the ما قلت ايش letters letters بتصير محالة معناها حروف لكن لما اقول the letter بحط the قبل الكلمة بتصير اداة تعريف متفقين متفقين the letters in حرف الجر في اللغة الانجليزية english language سهل الجملة صح the letters in english language بوم نجي للجملة التانية الجملة انا قلتها ايضا في كلمة قلت the alphabet شوف كيف انا بعلق لساني اللي برفوز ال L لساني بعلق في سناني من فوق عيد ورايا وصلي صوت الصغار والاكبار the alphabet the alphabet the alphabet ليست P قوية بي سهل the alphabet the alphabet the alphabet معناها ايش حروف الابجدية الابجدية تبعتها الانجليزية تفقين طيب السطر الاول بعدين لاحظ انه in هو حرف جر ولكن انا حطيت اول حرف برافو عليك لانه اول حرف ايجا في الجملة في السطر برافو في السطر مش في الجملة في السطر وجملة جديدة وفي بداية السطر اول حرف حطناك in english language في اللغة الانجليزية in english language there are اه وقفهم وقفهم هذه محمة بدك تعرفها there is there are there is there are معناتها يوجد ولكن there is لما بدأقول يوجد شيء مفرد لما بعدها بدأحط مفرد بقول there is there is a car في سيارة لكن لما بدأقول في سيارات جمع بقول there are cars اذا تعلمنا قراءة كلمات grammar اقطاع شرك يا سبيتها مش بس ايك مصطلح كمان وحوش سبيتها اذا there is مصطلح نستعمل يوجد للمفرد there are يوجد مصطلح يوجد لالجمع التفقيل التفقيل اذا in english language there are 28 غلط ما اسموش سكس سيكس سيكس شوف معايا لازم تعلم هذا كده في عندي سيكس وفي عندي سكس سكس يوجد 26 حرف واضح واضح كيف نقرأ الجملة بنقول in english language there are 26 letters بوم واضحة تعال نشوف two letters two letters حرفين two letters less than the arabic language تعال وقف هون مصطلح ايش يعني less than يعني اقل من بجيك تحفظها less than زي فيودانك ولا حلقة فيودانك less than معناتها less than ايش معناتها اقل من اذا two letters حرفين less than اقل من ايش the arabic language يعني حرفين اقل من اللغة العربية زي ما احنا عارفين اللغة العربية فيها 28 حرف الانجليزي فيها 26 اذا الجملة two letters less than the arabic language بوم في نقطة بتبحك اذا بتوقفش لازم يتوقف نفس تبدأ جملة جيرة بتعلي صوتك five of the letters five خمسة من الحروف five of the letters in english alphabet five of the letters in english alphabet يعني خمسة حروف من الأبجادية الإنجليزية إيش ما لهم are are جمع لو مفرد حطيت is وما إنه جمع حطيت are in english alphabet are vowels عليك تلساني فوق vowels إيش يعني vowels إيش يعني vowels حروف علة أو متحركة إذا بنت بسيئة في الأصل حروف علة إيش الحروف العلة إذا إحنا شكرناهم A E I O U تحفظهم إسمها كذول حروف علة عليهم قصة كبيرة وممتازة باللغة الإنجليزية نكمل and the remaining آه وقف هو إيش يعني the remaining معناتها المتبقي الفعل remain معناها يتبقى the remaining the remaining اسم المتبقي حفظناها ممتاز نكمل the remaining قديش ضال من 26 مقيمة وخمسة 21 the remaining twenty one لاحظ أنه twenty هي عشرين twenty one twenty two twenty three twenty four هنتحلمنا القام في درسي جاي إذن the remaining twenty one letters are حطيت are بحطيت is لأنه جمع are consonants إيش يعني consonants consonants يعني ثابتة ثابتة ها ثابتة حروف الثابتة عكس حروف العلة ليست حروف علة which are which are a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w x y z لديك تعالون تحفظ مانجة زي هيك بصراحة نكمل باقي القراءة آخر سطرين بعدين قولنا هذه مهمة بالنسبة إلي notice that ايش يعني notice that معناتها لاحظ أن آه مصطلح بليك تعفظ اسمك ايش يعني لاحظ أن يعني notice that notice that لاحظ أن ها كما بتنفس notice that two letters شوف ما أجمل القراءة وانت بتقرأ بشويش ومتمكن بصير تتغنى كل كلمة بتحط فيها كبشة أغاني two letters شوف كيف شوف كيف أنا بتتغنى فيها راحتك notice that two letters a and i لاحظ أنه الحرفين a i also إيش يعني also برافو يعني أيضا constitute إيش يعني constitute ما قلتش constitute غلط الحرف الأو اللي بييجي بعد حرف c دائما مش co company constitute corporation come here أوكي إذن هادي constitute word إيش يعني constitute يعني يشكل يكون يكون أو يشكل إذن الجملة also constitute word إيش يعني يعني حرف a والi كل واحدة فيهم تعتبر أيضا كلمة ليش لأنه حرف a the a letter is the indefinite article إيش يعني يعني أذات النكرة article اللي يعني نكرة indefinite يعني إيش اللي هو عكس definite اللي هي معرفة indefinite يعني نكرة أو غير معرفة والi and the i letter is the pronoun اللي هو الضمير أنا الآن قرأت لك الفقرة ترجمتها أخذنا مفردات أخذنا مصطلحات وآخر مرة عملك إياها قبل ما نبدأ مرحلة الإملاء رح أقرأ لك إياها كلها مرة واحدة بدون موقف بدون ما ترجم عشان تعلم تقرأ وتتنفذ بديك تلاحظ على شغلتين بديك تلاحظ أنا وين بوقف يعني باخد نفس بديك تلاحظ أنا كيف بدغنى بالكلمات وين بعلي صوتي وين بنزل شوف الجمال اقرأ معايا بديك تطلع صوت بهداوة زي الأسد هيك واثق من حالك The letters in English language In English language there are 26 letters Two letters less than the Arabic language Five of the letters in English alphabet are vowels A E I O U and the remaining 21 letters are consonants which are until the letter Z notice that two letters A and I also constitute words A letter is the indefinite article and the I letter is the pronoun and I left and only of the the asd بتجيب ورقة وقلم ما تقول ليش قاعد على الفيسبوك ومعيش ورقة وقلم قوم في الزي الأسد نط من ما كانك هاتف الورقة والقلم تبعك واكتب معايا الكلمة اللي بتروح معاك سيبها والكلمة اللي تكتبها غلط ترجع تدربها في ورقة وقلم ودفترك اللي بتبع معايا يا شباب وصبايا هذا المنهج بالورقة والقلم بيسمع كلام بيحل الأسئلة ويعطينا الجواب الأسئلة بتعليق واللايك للفيديو وأيضا بيكتب الكلمات وبينفضها والله يصير وحش إنجليزي قريب جاهز شانت أكتب الإبناء يلا بسم الله The letters in English language هناك اللي مش قاعد بأكتب ركز معايا ركز معايا وأكتب ركز معايا هناك أكتب سطر جديد In English language In English language There are Twenty-six letters Full stop Two letters رح أعيد لأنه في معدى الناس تقول لي عيد Two letters Less than Less than The Arabic language The Arabic language Full stop Five of the letters Five of the letters Five of the letters In English alphabet In English alphabet Are Vowels 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 A Comma E Comma I Comma O Comma U Full stop This is فقرة الاملاء I want to see كم واحد بالتعليقات You want to give me كم كلمة غلط You want to give me I want to give you All right آخر فقرة في درسي اليوم هي 3 أسئلة عارفين ليش ليش أنت ما تاخد وقت أنك تجاوبني اح 3 أسئلة بتعليقات مش عارف مش عارف وين المشكلة أنت تاخد دقيقتين من وقتك الثمين الغالي وتكتب لي الجواب بالتعليقات عشان أقدر أساعدك لازم تحل معايا ما تنسوش تجي تمارسوا معنا live محادثة على الفيسبوك وإنستغرام كل يوم خميس جاهز وبالمناسبة انتظرونا أيضا بالإعلان عن أربع جروبات فقط مش أكتر كورس محادثة بالتدريب معايا بشكل خاص رح نعلن عنه قريبا نتبع الإعلانات الثلاث أسئلة وهذه رح سيبك تعمل بدكية سؤال رقم واحد بيقول How many letters do we have in English language أعيدي سؤال كم مرة How many letters do we have in English language بوم سؤال رقم اثنين Is the letter C a vowel letter فعيدي سؤال كاملة Is the letter C a vowel letter تعالي نشوف السؤال الأخير نقول true or false يعني صح ولا غلط true or false The letter A The letter A is a pronoun صح ولا غلط true or false دعوة حلوة لايك للفيديو بدك جواب بالتحليقات وتتعلمها بالفيديو الجديد أتمنى لكم التوفيق والسود سبيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر